بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن وعلاه بداية أزف أجمل التهاني إلى الأمة الإسلامية وإلى منظمة إيسيسكو بقيادة مديرها العام سعادة الدكتور سالم بن محمد المالك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية باليمن والخير والبركة في هذا المقطع أود أن أشارك في مبادرة الثقافة عن بعد لمنظمة الإسيسكو بمعلومات عن ملامح التاريخ الإسلامي الديني والثقافي في جمهور الاتشاة ولعل أبرزها وصول الداعية الشهير عقبة بن نافع رضي الله عنه إلى الجزء الشمالي من البلاد في العام 46 للهجرة أي في منتصف القرن الأول الهجري حيث وصل إلى إقليم الكهور والتغى ببعض المسؤولين هناك الصلاطين وعاد أدراجه وبعده توالت القوافل الدعوية وصول الدعاة أفرادا وجماعات وكان من أبرزهم الداعية محمد بن ماني الذي كان سوبا لإسلام السلطان عمي بن جلمي في القرن الثاني عشر الميلادي الذي يعتبر أول سلطان اعتنق الإسلام في مملكة كانم وبذلك أصبحت هذه المملكة مملكة إسلامية وأصبحت لغتها اللغة العربية ويروى أنه حفظ هذا السلطان مجموعة من صور القرآن الكريم وبعض تعاليم الإسلام كذلك من المحطات البارزة في التاريخ الديني والثقافي في جمهورية شاد وصول الداعية المصلح عبد الكريم بن جامع الذي يعرف بلغب مجدد الإسلام وهو الذي أصبح السلطان المؤسس لمملكة وداية العباسية الإسلامية في شرق البلاد حيث تخذ هذا المصلح منهج نشر التعليم القرآني أداته الأولى للإصلاح الاجتماعي فكان في كل منطقة يؤسس مركزا لتعليم القرآن وهذه المراكز تعرف عندنا بمصطلح المسيج والمسيج الذي أسسه هذا المصلح لازالت له آثار موجودة مسيجه الأول كذلك الذين توالوا من بعدها السلاطين وأحفاده الذين توالوا من بعده استمروا على نهجه في نشر التعليم القرآني ومن السلاطين البارزين الذين لهم بصمات في هذا المجال السلطان صابون سلطان داروتاه العباسية في حوالي العام 1800 أصدر قرارا بإلزام آباء الأولاد بأن ينقلوا أبناءهم إلى مراكز تعليم القرآن الكريم بصورة إلزامية إذا بلغوا سن السابعة من عمرهم وبذلك هو أول من أرسى مبدأ إلزامية التعليم ومحو الأمية في المجتمع التالي وربما في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء برمتها كذلك كانت هناك جهود أخرى استمرت بعد نقل هذه المملكة انتغلت من عاصمتها من وارا إلى أبشة حيث أصبحت مدينة أبشة تعرف بأنها عاصمة الثقافة العربية الإسلامية في جمهورية شاد وأصبح التعليم القرآني منتشرا فيها وفي كثير من ربوع البلاد وكان للتعليم القرآني له منهج دراسي معين يبدأ بحفظ القرآن الكريم ثم يترقى الطالب في إتقانه حتى يبلغ مرتبة القوني مرتبة القوني هي أعلى مراتب حفظ القرآن الكريم بالنسبة في المجتمع الشادي وهي تعادل لغة الدكتور في العلوم الأكاديمية المعاصرة هذا ما أدى إلى تميز الشعب التشاهدي بحب القرآن الكريم وتكريم العلماء وحفظة كتاب الله وكان هذا التكريم هو الباعث الذي أدى إلى ظهور أبناء تشاهد في المسابقات القرآنية التي تقام في كثير من دول العالم الإسلامي حيث أصبح لهؤلاء الحفاظ التشاديين مراكز متقدمة في جل هذه المسابقات كذلك اللغة العربية السائدة والمنتشرة في المجتمع الشادي في شارعه فهذه أيضا تعتبر من سمات الملامح الثقافية في المجتمع الشادي وإن شاء الله في حلقة قادمة إذا قدر الله سأقدم بعض التفاصيل في هذا المجال وأشكركم جزيلا شكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته